بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فادي البرتاج الميورشة الفنية. الفيديو اللي معنا النهاردة مهم جدا جدا لتفريخ البيض. ولو انت ما فهمتش المعلومات اللي انا هقول ها دي صح. وما تجريش الفيديو ما تعملش نفسك ناصح. وتجري الفيديو وبعدين ترجع بتطلع من الفيديو زي ما دخلته. الفيديو معلش طويل جدا بس كل لحظة فيه وكلمة فيه هتفرق معاك جامد في التفريخ. كل لحظة وكل كلمة هتفرق معاك في التفريخ. فما تشطرش وتجري الفيديو وبعدين ترجع تسألني في التعليقات مش هرد عليك. تمام? رجاء ما حدش يجري الفيديو ده بالذات لان مهم جدا للناس اللي بتفرخ. آآ النهاردة بنتكلم على آآ حفظ البيض ومشاكل التفريخ فيه وإيه اللي بيخلى عندك آآ نسبة التفريخ عالية جدا ونسبة تفريخ آآ قليلة جدا. آآ آآ طبعا آآ آآ الخدعة في الناس لما حد بيجي بيعلك فقاسة. أو آآ الناس لما تيجي تشتري فقاسة آآ تتلاقى جا بصفة تلاقي الناس يقول لي نسبة الفقاس في الفقاسة دي كم في المية. يعني عايز فقاسة نسبتها مية في المية عايز فقاسة خمسة وتسعين في المية. آآ طبعا آآ كل غير مزبوط آآ على ان هو عايز يحسك ان الفقاسة بتاعته هي اللي بتتحكم في نسبة الفقاسة بتاعته هي من غيرها انت مش هتقدر توصل لمية في المية وخمسة وتسعين في المية. آآ حتى اللي بيعمل فقاسة بكارتونة ولمبة وكوباية مية جنب البيض يقول لك ان نسبة الفقاسة معي مية في المية. ده بعت كل الكلام ده كلام فارغ. تمام? آآ عايزين نهاردة فيديو نهاردة نفهمكم يعني ايه تفريخ بيض. لازم في حاجات تبقى فاهمها. يعني ايه تفريخ بيض. تمام? آآ ازا كان يعني سبحان الله الفرخة اللي ربنا خلقها. وعندها نسبة آآ حاسة لدرجات الحرارة وزي الترمومتر واقوى من الترمومتر. تمام? ونسبة الرطوبة ازا كانت الفرخة او ازا كان البطة. بتبقى عارفة ان البيضة درجة الحرارة بتاعتها عالية واطية. نسبة الرطوبة عالية واطية سبحان الله ربنا خلق فيها ترمومتر في جسم. يعني هي بتحس بالحرارة والرطوبة وكل حاجة في جسمها زي الترمومتر واقوى من الترمومتر كمان. آآ الفرخة لما هي بتقع جيب ترقض على البيض. ترقض عليه. ما بتقدرش تطلع لمية في المية ولا خمسة وتسعين في المية ولا خمسة وتمانين في المية. الكلام ده اسم كلام فارغ. ما فيش حد الفرخة بتاعتها بتقعد على عشرين بيضة وبيفس العشرين بيضة. ده اسمه كلام فارغ. عشان ما حدش يغشك ويبقى لك فقاسة وقول لك الفقاسة بتاعتي نسبة مية في المية فقس خمسة وتسعين في المية فقس كل الكلام ده كلام فارغ. تمام? ده لازم تفهم يعني ايه? تفريخ بيض عشان خاطر تبقى انت عارف المشكلة عندك منين. عشان انت بعد ما بتوحت شتير الفقاسة اللي بيقول لك عليها دي فالتفريخ مية في المية وخمسة وتسعين في المية تتلاقي البيض عندك برضو بيفس خمسين في المية واربعين في المية. تمام? فانت لازم تفهم ايه ايه المشاكل اللي انت ممكن تغلط فيها اللي هي تحوي تقلل لك نسبة الفقس. تمام? اه معنا هنا هو اه زي ما احنا شايفين الرسم ده للبيضة. اول حاجة ما تيجي تختار بيض عشان تدخل المفرخ لازم البيضة تكون مدببة. زي ما احنا شايفين كده بيبقى من فوق عريضة ومن تحت مدببة. تمام? البيضة اللي بيسموها متضيارة فيه ناس بينا عليها اسم البيضة المتضيارة. يعني فوق زي تحت. يعني فوق تلاقي ببوز وتحت ببوز او فوق عريضة وتحت عريضة البيضة دي ما بتنفعش تفريخ. لان انت اساسا ما بتقدرش تحكم اه نسبة كيس الهواء فين. اه وبيبقى فيها مشاكل يعني تبقى تشوهات بيحصل اه تشوهات في الجنين اللي طلع منها ده لو طلع يعني. فالبيضة دي مش مستحبة ما دخلهاش اساسا التفريخ. اللي بيسموها البيضة المتضيارة. لازم تكون البيضة ببوز من تحت. تمام? ده اول شيء. بعد كده هوت فيه عندنا هنا هوا. اه اللي هو البيضة. اه طبعا تخزين البيض معنا لازم اه في ناس يقول لك ان البيضة بعد خمستاشر يوم عندي بتفقس بعد عشرين يوم عندي بتفقس. لا ده خمسة وعشرين يوم. لا تلاتين يوم الناس اللي بيبيع البيض. اه طبعا الكلام ده برضو اه مش مزبوط لان بيأثر على نسبة الفقس. تتلاقي واحد بيع لك بيض ويقول لك ان النسبة عندي مية في المية وخمسة وتسعين في المية. والبيض تلاقي عنده بقاله اسبوعين تلاقي اسبوع ولا اتنين ولا تلاتة وبيبيع فيه ويقول لك ده انتاج اليوم. تمام? انت طبعا لما تروح تشتري البيض اه فيك البيضة بيبقى فيها حاجة اسمها كيس هوائي. يعني انت ما بتجي تسلقوا البيضة كده وتاكلها بتلاقي فيها جزء كده فيك زي كيس هوا او جريب هوا. تمام? بيبقى موجود في البيضة من فوق. من عند الحطة العريضة من فوق. تمام? فانت لازم الكيس الهوى ده بيحدد لك اذا كنت انت ممكن تنور بالكشاف. تعرف حجم كيس الهوى قد ايه? عشان تعرف اذا كانت البيضة دي طازة ولا لا. عشان كده دايما الناس يقول لك ايه? حط البيضة في مية. البيضة لو عامت. يبقى البيضة دي تقديمة. لو البيضة لو غطست يبقى البيضة دي جديدة. تمام? لان كيس الهوى زاد جواها فآآ بسبب انها قعدت بقالها فترة كيس الهوى زاد جواها فالبيضة بتعوم. تمام? مش لازم تكون البيضة بيضة. تمام? لكن الكيس بان الكيس الهوى لجواها زاد. فعشان كده البيضة بتلاها بتعوم. تمام? فانت النهاردة لما تروحتي النهاردة تجيب بيضة. لقيت كيس الهوى زيت العتسية كده من فوق كده زيت العتسية يبقى دي بيضة طازة. تمام? لو لقيت فيها نسبة واسعة شوية كده يبقى يعني مسلا ايه تقريبا يعني يعني اكبر من العتسية كده يعني في حجم تحبة الفول الكبيرة كده يبقى بالها سبعة ايام. لو لقيت يعني نسبة تقريبا آآ عشرة في المية او خمستاشر في المية يبقى آآ بقالها عشرة ايام. لو زيت عشرة في المية يبقى عدة الاسبوعين تلاتة. تمام? دي نسبة اللي هو جراب الهوى. تمام? دي عشان تطع في البيض كده زيت طازة ولا لأ? تمام? بالنسبة للمفرخات الكبيرة. المفرخات في الشركات الكبيرة. عشان ما يحصلش معاه المشكلة دي عشان ازا كان هيقدر يعني البيض. والبيض طبعا بيخشينه ممكن اللي بيلمه مسلا النهاردة جاله بيت بعد يومين ثلاثة جاله بيت بعد اسبوع جاله بيت عشان بيدخله مرة واحدة. تمام? فيحطوا في آآ حفزة. بتمقى درجة الحرارة بتاعتها خمستاشر مقوية. تمام? درجة الحرارة تبقى خمستاشر مقوية. ودرجة الرطوبة بتبقى من تمانين لخمسة وتمانين. عشان تمنع موضوع آآ تفريغ آآ آآ عدم آآ آآ ان لو هو جراب الهوى ما يكبرش يقوم ده هيأثر على التفريغ. ونشرح الكلام ده بيعمل ايه? تمام? عندنا هنا هوت البيضة ده اللي هو بيسمو اللي هو جراب الهوى. تمام? المفروض قلنا احنا اول يوم تقريبا اول يعني آآ يعني آآ من اول يوم كده الموضوع بتاعت ربعة ايام بيبقى قد العدسية كده. بعد كده بيبدأ يكبر. تمام? بيكبر يكبر يكبر يكبر. تمام? فطبعا آآ جراب الهوى ده آآ طبعا احنا بنبقى عايزين ويكبر بس في التفقيس. يعني اثناء ما يبقى في الفقاسة. مش قبل ما يخش الفقاسة. تمام? مش قبل ما يخش الفقاسة. ليه بقى? انت النهاردة آآ آآ البيضة ما بنحطه في الفقاسة طبعا لازم نبقى درجة الحرارة لا تقل عن ستة وتل سبعة وتلاتين. تمام? درجة الحرارة لا تقل عن سبعة وتلاتين ولا تزيد عن تمانية وتلاتين. يعني ما توصلش تمانية وتلاتين. مفروض سبعة وتلاتين سبعة وتلاتين سبعة وتلاتين سبعة من عشرة. يعني ده المزبوط. يعني لو حصل اه تجاوز لتمانية وتلاتين بتعدي بس ده ممكن بتعمل مشاكل في جفاف البيضة او اه في موت الجنين. تمام? لو في الصيف يعني. ممكن تعمل مشاكل في اه موت الجنين بسبب ان اللي هيحصل جفاف بسرعة في البيضة فيه هيموت الجنين. او ممكن اه الجنين ما يكونش اساسا من الاول. فاحنا احنا درجة حرارة بتبقى من سبعة وتلاتين لتمانية وتلاتين. ده اقصر حاجة ما تعديش التمانية وتلاتين. وسبعة وتلاتين ما تقلش عن سبعة وتلاتين. ولو وصلت لسبعة وتلاتين يبقى بتأخر التفقيس ممكن توصل اه بدم واحد وعشرين يوم ممكن توصل اتنين وعشرين يوم او تلاتة وعشرين يوم. تمام? فاحنا عايزين درجة الحرارة. تبقى اه في الصح من سبعة وتلاتين ونص. اه في حدود السبعة وتلاتين ونص تقلي درجتين تزيت درجتين اتنين من عشرة تقلة اتنين من عشرة او زيت اتنين من عشرة كده احنا تمام. تمام? فطبعا انا بس تحب انت المستاتات اللي تبقى حساسة اللي بتقدر تشتغل بالواحد من عشرة مش بالواحد الكامل. تمام? دي دي نقطة بتاعة الحرارة. طب بالنسبة بقى للرطوبة. تمام? احنا حطينا البيض في الفقاسة. تمام? المفروض البيضة مسلا طازة او مخزنينه. قلنا لازم نخزنه في درجة رطوبة في حدود التمانين عشان خاطر جراب الهوى ده ما يفضاش. تمام? طب انا ما عنديش حاجة حاجة انا بقى ممكن بحطه في كارتونة ولا حاجة او عبوة وبحط معاها حاجة فاهمية على ان درجة الرطوبة احتفظ بقى على نسبة رطوبة على ان الجراب ده ما يفضاش معايا قوي. تمام? ما فيش مشاكل بنقدر نخزن البيت اقصى حاجة في الشتاء. اه عشرة خمستاشر يوم في الصيف عشر تيام. بس اه طبعا درجة الحرارة ما تزيدش عن خمستاشر. اه ما تقلش عن عشرة. يعني بنتكلم من عشرة لخمستاشر. تمام? اه دي بالنسبة لحرارة رطوبة بنخلينا في حدود يعني من ستين لتمانين ده ممتاز اقل من كده يعني هو بيبقى فيه نسبة فقد بس يعني ايه بتبقى نسبة بسيطة. تمام? احسن ما بيبقى ما فيش رطوبة خالص. بالنسبة نسبة التفريق ده بتزيد قوي. طب. احنا بقى لما بنحط البيضة المفروض يعني بتبقى قد حبات العسية يعني بيضة طازة. تمام? اه البيضة ديت بعد سبعة ايام بتزيد النسبة. تمام? البيضة بتنقص اه خلال ست ايام بتنقص اربعة في المية من ميزانها. بعد كده خلال ترتاشر يوم بتنقص تمانية في المية من ميزانها خلال طمانتاشر يوم بتنقص اتناشر في المية من ميزانها. يعني انا لو انا مدخل بيض مثلا كيلو يبقى هنقص معي اربعين جرام في ست ايام هنقص معي تمانين جرام في انتاشر يوم هينقص معي مية وعشرين جرام في تمنتاشر يوم. ده اللي هو الجدول الصح. تمام? ده الجدول الصح للنقص الماء. لغاية اه لغاية اربعتاشر خمستاشر في المية. بيبدأ بقى المشاكل. عدة طلعشر في المية آآ بيبدأ بعد كده ما تخش بقى بفاربعتاشر في خمستاشر ستاشر في المية. بيبقى في بعض المشاكل هنقول آآ بعد كده. تمام? بيبقى الجراب اقولنا زي ما بيكبر معنا كده آآ الجراب اللي احنا عايزينه يكبر ليه? يوصل عند اتنشر في المية عند تساعة تمنتاشر يوم. عند تمنتاشر يوم او آآ عشان لا. اليوم التسعتاشر بيجي الكات كود. طبعا الكات كود بيبقى جوا البيضة هنا هو. تمام? كده. وبيجب راسه بمنقاره بيقوم نقر الكيس اللي هنا. يعني بيجب كتكود بمنقاره يقوم نقر الكيس اللي هو الشفاف اللي بيبقى بين آآ اللي هو البيض والصفار اللي هنا وبين الجراب هنا بيقوم نقر بيبقوا عند اليوم التمنتاشر نقر بيبقوا عند الجراب ده عشان يبدأ يتنفس يخش في التنفس الرقوي. يبدأ يخش في التنفس الرقوي. فطبعا بين قربقوا هنا يبدأ يتنفس من الهوى اللي هنا وطبعا المسام بتاعة اللي في البيضة من فوق بتدخله هوى وتطلع سانوكسيد الكربون ويتدخل هوى. فعشان كده لازم يكون التهوية جيدة عند تمنتاشر يوم للبيض. لازم يكون في تغيير هوى جوه الفقاسة عشان مش طبعا لو كمية بيت كبيرة ما يحصلش اختنقر الكاتاكيت من سانوكسيد الكربون اللي بيطلع مفيش اكسوجين بيخش جديد. فلازم تهتم عند تمنتاشر يوم بتجديد الهوى جوه الفقاسة. تمام? فيفضل طبعا بالفقاسات اللي هو فيها كميات كبيرة بيت. الفقاسات اللي فيها اه بيغير الهوى كل ساعة ساعتين بيغير نسبة من الهوى. تمام? اه لكن الفقاسات الصغيرة وحجمها بتبقى واسعة من جوة بيبقى نسبة الهوى اللي هو هي في بقى مثلا عشر خمساشر بيضة اطناشر بيضة commandة كله بيبقى نسبة الهوى اللي فيها هاتكفي العدد من لكن الفقاسات الكبيرة اللي فيها عدد كبيرة لازم يكون فيه تغيير هوا. تمام? فزي ما قلنا كده كده كاتكود بيفرغ وينها بيخرم الكيس ويبدأ يتنفس من المسام. انت ما تيجي مسلا بتجيب بيضة بتسلقها. وتحطها في مية بتتلاقي فيه فققيع هوا بتطلع من البيضة. ده بيبقى الهوا اللي جوه البيضة بيخش مية ويطلع هوا بداله. تمام? او بيحصل ضغط للبيض والصفار اللي جوه مطلح ما بيسخن. فبيزيد حجمه بسبب السخونية والامتداد. فبيضغط على الهوا فبيبدأ يفقق على الهوا تطلع. تلاقي تطلع من البيضة كده وانت بتسلقها. تمام? اه فطبعا احنا زي ما قلنا كده لازم نكون تخلصنا من اتناشر في المية من من الزلال اللي جوه البيضة عشان حجم الهوا يكبر عشان الكاتكود لما يدخل بقه يقدر يتنفس من الجراب ده عشان يقدر يكمل الترات ايام اللي هو التسعتاشر وعشرين وواحد وعشرين عشان يقدر يخرج بعد كده ينقر ويخرج يخرج بعد كده من البيضة طب انا الوقتي لو انا الفقاسة اللي عندي اه الرطوبة فيها عالية تمام? البيضة Cage حد pouvait تطلعOH تمام? والرطوبة عندي عالية معدي ستين من الاول ستين سبعين من الاول فطبعا النسبة دي ما ننقصتش يعني النسبة دي وصلنا عند آآ تمنية في المية. تمانية في المى يعني تعدي. ممكن تعدي معنا لو زيتها عن تمانية في المي تعدي معنا بس الكاتكود هيبقى وزنه سيمين. تمام؟ هيبقى وزنه تقيل وهيبقى كسول ولما يطلع من البيضة هتلاقي كده خملان ونايم وما بيأكلش ويعني ممكن بنسبة خمسين في المية أو خمسين أو ربعين في المية من الكاتاكيت دي بتموت تمام؟ بيبقى عندها طراف العضلات والكاتاكيت دي بتموت تمام؟ لو الجراب ده قل بقى عن تمانية في المية يعني قل يعني من تمانية في المية الأقل تمام؟ كده كاتاكوت لما بيجي يدخل بقى عشان يتنفس ما بيعرفش ما بيلاقيش جراب الهواء أو ما بيعرفش يدخش في جراب الهواء ويبقى حجمه كبير فيغرق في الزلال اللي هو بيبقى فيه فيموت كاتاكوت بيموت تلاقي كاتاكوت كده عند واحد بتجي تفتح البيضة تتلاقي كاتاكوت ميت جوها كاتاكوت مش حي وكاتاكوت ميت جوها تمام؟ معنى كده هوت ان كاتاكوت حجمه كبير فيه الرطوبة كاتاكوت عالية والجراب مازاتش فكاتاكوت لما معرفش يخرم الجراب عشان يتنفس فغرق في الزلال اللي هو فيه اللي بيبقى حواليه فكتغرق ومات تلاقي كتاكوت غرقان كده وميت يعني تيجي عند واحد وعشرين يوم تلاقي كتاكوت لسه حوالي زلال ومية وميت معنى كده ان كان الحجم الهواء قليل تمام؟ طب لو انا درجة الحرارة عندي زي ما احنا قلنا كانت قليلة سبعة وثلاثين وحصل عند تأخير في النمو تيجي عند واحد وعشرين يوم اتنين وعشرين يوم البيض ما طلعش تقوم فتح البيض اتلاقي كتاكوت لسه عايش وطبعا كده موته يعني ولسه لسه بينبض يعني ما اكتملش لسه ده بيبقى بسبب قلة الحرارة ان الحرارة منخفضة تمام؟ فبتعمل تأخر في النمو تمام؟ فانت تسيب البيض لغاية يوم تلاتة وعشرين ما تجيش جنبه خالص بعد يوم تهتا وعشرين تفتح بيض وتشوف بقى ايه المشكلة اللي عندك تمام؟ ده بنسبة المشكلة جراب الهوى لازم تهتم بينسبة جراب الهوى أتا قدامك حل من الاتنين لو انت بتدخل بيت طازة ممكن توزن عشر بيضات تعرف وزنهم كام وبعد ست ايام بنفuti كل نقصه اربعة في المية بعد ثمانة ايام نقصه تمانية في المية بعد تمنتاشر يوم بعد ثمانةشر يوم نقصه تمانية في المية يبقى انا كده معايا مظبور. طب انا بقى لو حصل عندي رتوبة قليلة بقى الرتوبة اهل من اربعين والرتوبة عندي مش ما بتعلقاش في الفترة الاونية اهل من اربعين. وده طبعا بيبقى بيبقى ايدي خلق في خطورة. والجراب وسع وصلنا اكتر من الربع. انا مفروض انا الجراب ده بيبقى تقريبا ربع البيضة. طب الجراب ده زاد. يعني الجراب ده زاد خد اكتر من خد تلت البيضة او اكتر. طبعا الزلال اللي هو بيبقى عايش فيه كاتكوت اللي عما يوصل ال 18 يوم ده هو بيتغزى منه. وبيتنفس منه. بيتغزى منه وبيتنفس منه. فخلص يعني الكمية الموجودة خلصت. ما بيتكفوش ال 18 يوم. فيتخنق برضو ويموت لان ولا فيه غزة ولا فيه اه يقدر عارف يتنفس منه لاني برضو بيتنفس منه وبيتغزى منه. فطبعا ولا فيه غزة ولا فيه تنفس منه فبيموت مكملش دورته 18 يوم. بتلاقي عشان نسبة الهوى قليلة. او يعني في مسموح لغاية اه اربعتاشر خمستاشر في المية. ممكن ستتاشر في المية. بتعدي بس كاتكوت بتلاقي وزنه ضعيف جدا. يعني ساعات بتلاقي كاتكوت يعني بيعدي معك وتمشي بس بتلاقي كاتكوت وزنه ضعيف جدا. وبرضو بيحصل نسبة وفاة بنسبة عالية جدا. ونسبة النمو بيبقى قلال جدا. ودائما بيقول لك كاتكوت ده كاتكوت ده سردة. كاتكوت وزنه خفيف جدا. ده كاتكوت ده سردة ما بيجبرش. تمام? ده بسبب ان كان نسبة التفرغ الهوى كبير. وكاتكوت ماخدش الغزة بتاعهش كامل. اه فطبعا كاتكوت طلع ضعيف جدا. فكاتكوت نسبة التحويل بتاعك وتبقى ضعيفة وما بيحولش معك. تمام? وده يتلاقي كاتكوت دايما سريع كده وبيجري وبياكل كتير وما ما بيجبرش. تمام? فاحنا لازم قدامك حل من الاتنين. يا اما بتدخل بيت طازة. تمام? يا اما بتمشي على جدول بتوزن بقى وتعرف البيت ده. هل النزول بتاعك مزبوط ولا لقى. وتقدر اه تعالي الرطوبة. اه تنقص الرطوبة. اه تزبط قملك لقيت بست عندي يوم مسلا تمانية. اه عندي يوم نسبة الرطوبة وصلت اه نسبة الخفاض. قد رطوبة عندك واطية جدا. ووصلت ل 10% يبقى عالي الرطوبة عشان خاطر اه ما تفقدش رطوبة تانية. اطلع ب 70 80% عشان ما تفقدش رطوبة تانية. تمام? يعني انت وصلت اه عندي تلتاشر يوم او عشر ايام او اتناشر يوم او تلتاشر يوم وليكن خسيت اتناشر بيضة خسيت اتناشر في المية البيضة. حطت كيلو لقيت خسر كيلو اه اه مية وعشرين جرام. يبقى على الرتوبة عشان ما تفقدش مية تاني. تمام? عشان نتخلص من المية تاني. تمام? ده طبعا الناس اللي بتحط بيض اه يعني محفوظ صح. تمام? او بيكون البيض طازع. لكن في واحد بقى النهاردة الفراخ عنده طلعت خمس بيضات. بكرة خمس بيضات بعده خمس بيضات. يقعد يجمع 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 خلال عشرة خمستاشر يوم. يجمع بيض فالبيضة الاولانية ديت عنده اه خفت والبيضة الاخرانية الطازة. فطبعا انت لو شغلت على الرتوبة القليلة اللي هي الخمسة واربعين في المية تيجي بص تلاقي الكمية من من يعني الجديد اللي جاته النص عدت معاك والاديم ده كله اه نسبة الهوى فيه زادت فكتكون بتاعه مات. تمام? فانت هعيز هتعين بيض يبقى لازم تخزن البيض صح. تمام? لازم تخزن البيض صح. وما ينفعش تدخل بيض في الفقاسة يعني انت النهاردة جيت دخلت لك عشرين بيضة. بعد ثلاث ايام دخلت لك عشرين بيضة. بعد ثلاث ايام دخلت لك عشرين بيضة. بعد ثلاث ايام دخلت لك عشرين بيضة. انت عندك الفقاسة اللي عندك دفعات. وكل مسلا تدخل ثلاث ايام عشرين بيضة. طب انت بعد كده هتيجي عند التفريخ يعني عند التفريخ عند اليوم التمنتاشر لازم نرفع الرطوبة لآآ نرفعها لسبعين. تمام? عشان خاطر الكاتكوت ملزقش. الكاتكوت ملزقش في القشرة. انت هتيجي ساعات وانت عندك بتيجي يتفرخ البيضة وانت بتفرخ البيض. بتلاقي الكاتكوت مش عقدر يطلع من البيضة. البيضة فتحها. خرمها. والكاتكوت لازق فيها تلاقي القشرة الليها الداخلية الليها بتبقى اه حوالين البيض دي. لازقه في الكاتكوت والكاتكوت مش قادر يطلع قاعد زق مش عارف يزق. ويفضل الكاتكوت جوها البيضة يقعد ما يبات يوم اتنين الكاتكوت بيموت. ليه? القشرة الداخلية دي بتلزق فيه زي السمغ. زي الغرة والسمغ. تمام? لان الرطوبة قليلة فبتنشف فبتلزق فيه. فكاتكوت ملعافش يطلع فبيموت. تمام? فانت لازم الرطوبة تيجي عند التلت يام الاخارة وتطلع لسبعين لغاية تمانين اقصى شيء. ما تعديش التمانين. لو عديت التمانين هتلاقي الكاتكيت تبدأ تلهس. تمام? لان الرطوبة بتاعنا جدا. الكاتكيت بتبدأ تلهس. تمام? ويحصل لان الاكسوجين بيبدأ يقل والرطوبة بتاعنا فالاكسوجين بيقل كاتكوت تبدأ تتهلهس وتتخنق وتموت. تمام? لان الكاتكيت معدهاش غضة عرقية. فالرطوبة بتقلل الاكسوجين والحرارة بتبقى عالية في الفقاسة. بتبقى سبعة وتلاتين ونص فبيحصل له ايجاد حراري ممكن تفقده ويموت منك. فالرطوبة ما تزودهاش عن تمانين. اقصى تمانين. من سبعين لتمانين. فانت لو انت عندك اه في الجهاز بتخلي الفقاسة من سبعين خمسة وسبعين انت بقى انت كده في الامان. تفصل عندي خمسة وسبعين وتشتغل عندي سبعين. في التلات يام دول. فطبعا انت لو حاطت كل تلات ايام. بيت. كل تلات ايام بيت. طب ايه جاي معاد البيت ده فانا رفعت الفقاسة لسبعين. سبعين خمسة وسبعين. تمام? خلاص خلاصت الدفعة دي. طبعا انا مفروض لما بخلص الدفعة دي بقلل الرطوبة. عشان البيض اللي عندي في الفقاسة بقلل الرطوبة خليها تنزل تلاتين خمسة وتلاتين عشان اعوض التلات ايام اللي رفعت فيهم الرطوبة دول. انزل تلاتين خمسة وتلاتين عشان ايه? اعوض التلات ايام اللي رفعت فيه رطوبة عالية جدا عشان اخلص بالنسبة رطوبة من البيض عشان خاطر الفراغ معي يبقى مظبوط عشان البيض ده ما يحصلش فيه اغراق. انا بعد تات ايام فيه بيت انا هيطلع. يبقى انا كده هوت هتطر اسيبي برضو رطوبة عالية برضو سبعين خمسة وسبعين. هيجي اللي بعديه. هتطر اسيبه. يبقى سبعين خمسة وسبعين. هتيجي بص التلية بعد كده البدل. بعد كده بدأ يموت. بعد كده بدأ يموت. بعد كده بدأ يموت لان نسبة الفراغ عالي جدا. الهوا ما فيش نسبة هوا عشان cents يتنفس منه. فكاكييد بعد كده بدأت تبع عن دفعتين ثلاثة بداءت كده عندك بتموت وتقول لي ما يعطي تحلوا. ايه اللي حصل في الكتاكييد بتموت ايه اللي حصل? يا كدا لاكدا كده الفقاسة جرى لايح حاجة. لا الفقاسة ما جرى لايح حاجة. انت اللي عملت النفسك مشكلة بسبب انك دخلته او اره بعضه. المفروض ما تدخلش بيت اكتر من 3 دفعات في الواحد وعشرين يوم يعني كل سبعة ايام. ست سبعة ايام بتدخل دفعة. يبقى انا النهاردة لو كل سبعة ايام بدخل دفعة. يبقى انا النهاردة دخلت دفعة لما يجي معادها برفع اخر 3 تيام برفع الرطوبة يبقى انا عندي اربعة ايام بعديها بنزل في الاربعة ايام دول اقدر انزل بالرطوبة شوية. 3 تيام ولا حاجة عشان عوض اللي رفع اللي انا رفعته. وبعد كده بخلي الرطوبة في اليوم الأخراني منضبطة بعد كده بيجي معاد الفأس اللي بعده بقوم رافع الرطوبة تاني بعد كده هو تلاتة أيام بعد كده بقوم خافض الرطوبة تاني تلاتة أيام تمام؟ أيام ما ييجي الدول اللي بعده عم رافع الرطوبة تاني يبقى أنا كده بقدر أوازن نفسي عن أن الرطوبة تبع عندي مظبوطة وممكن أنا بمشي بجدول الانخفاض في الوزن بعد 6 يوم في حدود 4% بعد 13 يوم 8% بعد 18 يوم 12% لقيت الدنيا عندي عن 18 يوم النسبة زادت معايا عندي 10-11% بقوم رفع الرطوبة عشان اوقف النزول معايا لقيت جيت عندي 8 يوم لقيت الخفاض عندي 4% بقوم يعني معنا كده بسبب ان انا رفعت الرطوبة بالكده بقوم بخفض الرطوبة عشان اقدر اتخلص بالنسبة الرطوبة اوصل ل 12% ياريت كده يكون الموضوع بتاع التفريخ بقى واضح ومتخليش حد يغشكو يقولكو الفقاسة بتاعتي بـ 900% تفريخ الفقاسة بتاعتي 95% تفريخ انت لما تروح تشتري فقاسة بتبص الحاجتين الفقاسة اهم حاجة درجات الحرارة بتاعتها مزبوطة الشخص اللي بيبعلك فقاسة بيعاير الترمستات ولا بيعايروش لان الترمستاتات اللي بتتبعها في السوق مش مزبوطة كلها مش مزبوطة لازم الترمستات لما يتعط في الفقاسة يتعاير وانا اقيل في الفيديو السابق لو انت عايز تفهم ليه خشي تفرج على الفيديو السابق وهحاول احطولك في الوصف لازم الترمستات يتعاير مفرحات هات عشر ترمستاتات زي بعض وشغلهم مع بعض وحط الحساس في حيطة واحدة هتلاقي كل واحدة بيقرار كراءة. تمام? نسبة السلك نفسه اللي هو بتاع الحساس نفسه ليه جهد. طال شوية قصر شوية مطرح اللحام. الاصدير في السكت بتاعه اقل شوية. نسبة المغناطة في المصامير في الحديد الكلام ده كله بيأثر على الكراءة. اذا طولت السلك شوية بيأثر على الكراءة. تمام? فلازم الترمستات يتعاير. اول ما تعطف الفقاسة الترمستات يتعاير. عشان خاطر تاخد كراءة مضبوطة. ده اول حاجة بالنسبة لها. ولازم الفقاسة تكون من الفقاسة العادية اللي انت هتشتغل فيها دواجن بتوصل الرطوبة بتاعتها لغاية سبعين. يعني بتوصل الرطوبة بتاعتها لغاية سبعين. معنى كده تمام. انت عندك الفقاسة بتاعتك انت ممكن تشتري منه الفقاسة وتوصل الرطوبة معك. ان يسلمك الفقاسة الرطوبة جايبة سبعين. يعني هو سلمك الفقاسة والرطوبة بتيجي عنده سبعين. تروح عندك في البيت تتلاقي الرطوبة بيجيب الخمسين بالعافية. ده ممكن يكون بسبب ان المنطقة بتاعتك منطقة جفة. المنطقة عندك منطقة جفة فالجو جاف وطبعا بيحصل تجديد للهواء جواب الفقاسة. فالفقاسة ما بتقدرش تجيب الرطوبة دي لان الجو عندك في المنطقة بتاعتك جفة. فدي يبقى لازم تركب فوحة. لازم تركب فوحة عشان ترفع لك الرطوبة. ده مش يبقى عيف في الفقاسة دي. ممكن يكون عيف في المنطقة عندك. وممكن تجي بص في البلد تتلاقي انت مش مشغل ولا فوحة ولا اي حاجة والرطوبة بتطلع معك لتمانين. تمام? الرطوبة بتطلع لتمانين. ليه? المنطقة عندك رطوبة جدا زي البلاد السواحلية. البلد في بلاد الرطوبة فيها عالية جدا. فالرطوبة اساسا في الجو العادي تشغل الفقاسة اللي الحساسة جايت ليه جايب ستين سبعين وانت ولا حطت رطوبة ولا حطت مية ولا اي حاجة. فمعنى شو بقى لما تحطها بقى جوة الفقاسة وكيبقى كمان يبقى في مية جوة الفقاسة تتلقى جابت التمانين معك. فدي بتبقى بسبب ان المنطقة عندك آآ الرطوبة فيها عالية آآ جدا. فحيطة الرطوبة ديت انت المطروح بتشغل الفقاسة عندك بتشوف لو الرطوبة في التجربة الاولينية ما بتطلعش معاك في المنطقة بتاعتك ما بتتجيبش السبعين يبقى انت هتضطر تزود لها فوحة لو هي ما فيهاش فوحة او مبخر يبقى انت هتضطر تزود لها فوحة عشان ما تجيش ساعة التفقيص تقعد تلف حوالين نفسك. تمام? كده يبقى احنا فهمنا الموضوع عشان خاطر ما آآ تخسرش آآ يبقى انت جايب فقاسة وفقاسات الوقت ما معانيتش الخيصة بقت غالية جدا. فعشان ما تخسرش البيضة اللي انت بتحطه خصوصا لو انت يا حاطت انواع غالية جدا. بالدواجن ولا كلام ده غالية جدا. يبقى انت كده بتخسر فلوسك بسبب اخطاء انت ما بكونش عامل حسابها ومنتاش فاهم ايه الخطأ اللي انت عملته وبعدين ترجع تقول لا ده العيب في الفقاسة. الفقاسة هي اللي فيه العيب. الفقاسة هي اللي مش عارفة ايه. الفقاسة وانت اصلا كم لخبط الدنيا في بعضها. ومخبط الدنيا ببعضها وترجع تقول الفقاسة هي اللي فيه العيب. وممكن تكون الفقاسة فاعب. الفقاسة الحرارة بتاعتها عالية. الفقاسة الحرارة بتاعتها وطية مش مزبوطة. اه الرتوبة قرأت الرتوبة غلط. قرأت الحرارة غلط. الكلام ده كله بسبب انها مش متعيرة. فطبعا عاملالك مشاكل. دوارد. تمام? لكن بتبقى بنسبة تسعين في المية المشاكل بتبقى عند الناس بسبب الجيوب الهوائية في البيضة. وتخزين البيض. وما تسعقش في اي حد من اللي بيبيع بيض. واللي تشتري منه اونلاين. يقول لك البيض طازة. وبعدها تيجي تبص البيض لما تيجي تحض تاخده عندك. وتشوفه. تلاقي الجراب الهوائي واخد اكتر من ربع البيضة. وغشك ادك بيض قديم عنده. آآ آآ غشك فيه. تمام? ياريك كده الفيديو يكون عيابكم. ما تستوش تشترك معنا في القناة عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة